بحضراتكم بعد الفاصل كابتو محمود او المهندس محمود عشان هو السؤال مركب شوية تقدر لو رجع بيك الزمان تاني تلعب تلعب كرة ترجع تلعب كرة وتسمع نصيحة هيدوكوتي وستة الفريق مرتجي ولا ترجع للمعدات التقيلة الله ده سؤال طبعا محرك شوية لكن خلينا نتوازن في الكلام ما كنتش حدي الهندسة كل الوقت لان لما تخرجت خلاص يعني قطعت الكرة وبدأت اشوف مستقبلي في المعدات التقيلة فالحقيقة كنت هعمل توازن بين الاتنين وهدي ده شوية وده شوية كنت هسمع كلام هيدوكوتي لان برضو الكرة مفيش زيها انت انت حاسس ان انت لو كنت كملت كرة كان هيبقى حتى حالك في شغلك هيبقى اكتر من كده ولا انت اختصرت مشوار الكرة دوت وبدأت خلاص ترجع بقى لشغلك تاني هو اصل التزامن ان انا بعيدت عن الكرة لان في كلمة كان بيقولها لنا كابتن صالح زمان الله يرحمه احلم في الكرة انك تلعبها لا تحكيم ولا تدريب ولا ادارة ولا اي حاجة الكرة في الملعب هي دي قمة المتعة بالنسبة للعيب فبعد الاصابة اضطريت طبعا ان انا الشق التاني في حياتي هو الهندسة اه وبعدين انا كنت مهندس معدات تقيلة معدات تقيلة يعني زي يعني الحفرات زي اللوادر الاوناش اي حاجة بتشتغل بالهيدروليك سيستم انا لها يعني الحمد لله وحققت فيها برضو بس انت كنت فرود بيجيب اهداف ايه ازاي كنت بتخش على المعدات التقيلة قوي دي ما انا هقولك انا كنت بجيب جوان في المعدات التقيلة بقى ازاي ازاي اما يبقى حفار شغال في الصحرة وحواليه 20-30 عامل ويقتل كل العمال دي هتقعد طبعا صاحب المعدة هيخسر الدولة نفسها هتخسر مشاريع بتتأمل فلما كنت اوصل لمكان القطل وابتدي اعمل الفحص بتاعي وابتدي اصلح طبعا كان كله بيسقف لان ده جون اه هدف اه ده هدف واكتر روح ليبقى صاحب العمل صاحب العمل بس انا كنت بقى اشفق على العمال فأما كان بيتصلح اه يعني في اه انا وصلت لغاية ليبيا اروح اصلح هناك ماشاء الله اه فالحمد لله برضو حققت جزء من امنياتي في الهندسة زي كورة الحمد لله ربنا يوفاك ان شاء الله